موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم دكتورة صباح صابر محمد أستاذ بكلية العلوم والعميد الأسبخ لكلية التكنولوجيا والتعليم والمدير التنفيذي لمركز إشغال الطالبات بالجامعة لما حصلت مجموعة حكي كورونا أو جائحة كورونا ففكرنا أن ننتج الكمامات في مركز إشغال الطالبات في الأول كنا بننتج الكمامات للكادر الغير طبي أي عمال في الجامعة اللي عاملين في الجامعة بعد كده اشترينا مكنة طبعاً ده بدعم من الأستاذ الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور مصفحة بخالج نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اشترينا مكنة لإنتاج الكمامات بمواصفات طبية عالية المكنة بتنتج تقريباً يعني لو إحنا احتاجنا عشر طلاف كمامة في اليوم ممكن ننتجها في الساعة كمان عشان المكنة بتنتج من خمسة لخمسويت كمامة في الدقيقة فبالتالي إحنا حسب العدد اللي مطلوب مننا نكتفي بالعدد اللي مطلوب مننا عشان نتتركمش عندنا وإحنا بنتمنى إن إحنا كل الجامعة تكون يعني نوفر للمستشفى الجامعي نوفر لمستشفىات في محافظة سوهاج نكون في يعني في تعاون بين الجامعة وبين المجتمع المدني نعمل تسويق للكمامات داخل في مدينة سوهاج وخارج سوهاج وكل المجتمع المدني السوهاجي اشتركوا في القناة